ليلة الزواج وقد يحل محل ذلك الأخذ بذراعها ويقول بارك الله لكل واحد منا في صاحبه وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وفي آثار عن السلف أنه يسن عند دخول العروس صلاة ركعتين ليبارك الله الزواج ومن الخير أن يكون هناك حديث بالترحيب وإفصاح كل منهما عما يحبه من الآخر حتى يأتيه وما يكرهه حتى يبتعد عنه ومن أعجب ما قرأت في ذلك أن سريحا القاضي بالكوفة والمتوفة لات 75 هجرية لما دخلت عليه زوجته زينب ومد يده إلى ناحيتها قالت له على رسلك يا أبا أمي إن امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأزجر عنه وقالت إنه قد كان لك في قومك منكح أي زواد وفي قومي مثل ذلك ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله به إنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك فرد على كلامها بكلام جاء فيه إنك قد كلت كلاما إن تثبتي عليه يكن ذلك حظاكي وإن تدعيه يكن حدكا عليك أحب كذا وأكره كذا ونحن جميع فلا تفرقي وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فانشريها ثم سألته عن زيارة الأهل لها وكذلك عن معاملة الجيران والحكاية مذكورة في كتاب العقد الفريد لابن عبد الرب وهي صورة ينبغي أن يحتذيها من يريد الخير والسعادة لحياته الزوجية يتعودها كل من الزوجين على هدى وبصيرة لا كما يعرف عن بعض الجاهلين المعاصرين أن يذبح العريس قطة أمام العروس عند دخولها عليه حتى تخشى بأسه وترهب غضبه وتعيش مطيعة له خائفة إن الجهل بأدب الإسلام مصيبة تجر وراءها النكبات وموسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام فيها توضيح لما ينبغي أن يكون في شهر العتل وهو أول خطوة في مشوار الأسرة الطويل والله أعلم